إدانة شجب تنديد ولا أفعال هكذا انتهت نتائج قمتي مكة العربية والخليجية بتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية المنددة بها دولة إيران والتي اتهمت كما كل مرة بممارسة تدخلات سافرة في سوريا، العراق، لبنان، واليمن اتفقت القمم على خطورة تدخلات إيرانية في المنطقة ودعت القمة العربية الطارية إلى ضرورة تكاتف الدول العربية في وجه تلك تدخلات خصوصا منها العمليات الحوثية ضد السعودية تؤكد المملكة على أن مثل هذه الأعمال الجبانة تشكل تهديدا للاقتصاد العالمي وخطرا على الأمن الاقليمي والدولي ويجب التصدي لها بكل قوة وحزن البيان الختامي للقمة الخليجية أدان هجمات ميليشيا الحوثي على السعودية عبر الطائرات المسيرة وإطلاق السواريخ الباليسية الإيرانية الصنعة في إشارة للهجمات التي طالت محطتي أنابي بالنفط السعودية في الرابع عشر من مايو الحالي انعقدت هذه القمم وسط تصعيد واشنطن لنبرة تهديدها ضد إيران وقد أتت القمتان العربية والخليجية بناء على رغبة سعودية لحجد الدول العربية ضد طهران والتي اعتبرت الاتهامات الواردة في البيانات الختامية ضدها باطلة إننا نجتمع اليوم لبحث ما نواجهه من تهديات سنائية تهديد الأمن العربي بنظر محللين فإن تجمع العربية ضد طهران لم يكن بحجم تهديداتها فهذه القمم لم تنجح في إحداث توافق عربي كامل بعد أن تلقت اعتراضا من العراق على البيان الختامي كما أنها لم تخرج بقرارات عملية تحد من تلك التدخلات بالإضافة إلى أنها حدثت في ظل انقسام خليجي وعربي كان المتسبب به وفق مراقبين السعودية ذاتها بحسب يمنيين فإن مواجهة طهران يستلزم تغيير الرياض لسياساتها في اليمن والتوجه لتقوية صف الشرعية في المناطق المحررة ودعم خطة تحرير مناطق الشمال من ميليشيا الحوثي فكل الطرق لهزيمة إيران تبدأ من اليمن